نبدأ بالاهلي بطل السوبر اللي عاد بسلامة الله اليوم وايضا عاد نادي الزمالك لكن بنتكلم الاول على اخبار النادي الاهلي لم تكن مفاجأة انه اللاعبة من الملعب او من المطار مباشرة الى الملعب هو الراجل ماشي طبقا لنظام علمي عنده برنامج شغال عليه فيه نظام اسمه الاستشفاء في عالم كرة القدم البرنامج بتاع كولر وده كان ماشي عليه على فكرة سوارش انه تاني يوم المباراة مفيش اجازة تاني يوم المباراة فيه تمرين وبيبقى تمرين بمعنى تمرين اليوم التالي بيبقى اجازة وهو بيعمل معدلات للجاري يعني مثلا هو عمل معدلات الجاري للعيبة متوسط افريتش كده في المباراة اللي فاتت 8 كيلو رغم انه خلي بالك قلة نوم ورغم انه طيران ورغم انه عدم راحة وانا الحقيقة كنت افضل الراحة لانه الحاجات دي بتجيب اصابات حتى لو انت عندك برنامج هذا البرنامج ليس مقدسا يعني فمن الممكن انك شوية ممكن تغير فيه لكن هو عنده سيستم عنده نظامه هو عايز يحفظ اللعيبة النظام ده بيحاول يحفظ على اللياقة البدنية اللياقة الفنية للعيبة خاصة اللي مشاركوش هو رجل بيهتم جدا كمان باللعيبة اللي مشاركوش لانه حيشغل سياسة التدوير وديكو شفتوها محمد فاتحي ما بدأش وبعدين لعب كريم فؤاد ما بدأش وبعدين لعب شادي حسين ما بدأش وبعدين بقى اساسي محمد شريب بيلعب أفشا بيلعب برونوسافيو مرة او مرة لا فبادي سياسة التدوير في المراكز او في بعضا من المراكز يعني فالراجل بيحسب حتى معدلات الجاري زي ما قلتلك اللعيبة فيه لعيبة جريت 8 كيلو في لعبة ما جريتش فهو عايز يزبط يخلي اللي اتنين قريبين من بعض ده برنامج علمي فهو له وجهة نظر يعني وأكيد العلم بيأسبق الكل بس أنا بقول لما يكون تمخلص مباراة بارح بتوقيت القاهرة الساعة 9 مخلص احتفالات بتوقيت القاهرة على الساعة 12 بتوقيت الامارات على الساعة 12 منت راجع بتوقيت القاهرة الساعة 12 الظهر طبيعي جدا يوم المباراة بتاعش اتنام كويس طبيعي جدا كسبان أو خسران خاصة اللي ما بتكون كسبان من الأفراح والأصحاب والاحتفالات والقصة والحدوتة مباراة كانت فرحة كبيرة جدا فيه النادي الأهلي وفي صفوف النادي الأهلي يعني دي وجهة نظر بس طبعا أكيد والراجل ماشي باسلوب علمي بحثه احنا بنحترم هذا الاسلوب المفاجأة اللي عندي انه كولر رغم البداية الطيبة وسعادة جمال النادي الأهلي إلا انه طلب بعض التدعمات في شهر يناير نعم كولر عايش شوية تدعمات مش كتيرة يعني صفقتين يعني والأهلي كان أنهى صفقة إفريقية تحت السن تقريبا وبيعمل تماما على انهاءها بشكل كامل وقد تكون هناك صفقة أخرى مقدرش أقولك على المراكز الحقيقة مش عايز أقولك ان انا عليم ببواطن الأمور يعني انا مش عارفها قوي عشان ما بقاش كداب لكن عارف معلومة انه كولر طالب تدعمات في يناير لا تزيد عن صفقتين فقط لا غير يعني ومقدرش أقولك غير ان انا قلته قبل كده ان الصفقات الأهلي اللي تعملت مش واو يعني مش هغير من كلامي حاجة يعني انه الصفقات العادية اللي موجودة بنشيد بشادي بنشيد بشاء الله مصطفى سعد الشير بميسي لما يلعب ما كناش شوفنا برونو صافيو ما نعرفش عنه حاجة فبتكلم ع الصفقات الداخلية مش واو ما فيش لاعب في مصر واو يعني السنة اللي فات كلها ما فيش غير زيزو بس اللي واو وامام عشور غير كده ما كانش فيه يعني فالصفقة واو لأي فريق كانت ان انت تاخد زيزو خلاص عادي يعني او مثلا فريق ياخد قفشة او مثلا يعني او محمد عبد المنعم مثلا من وجهة نظر يعني من افضل المدافعين في مصر او غير كده ما فيش صفقات ما فيش صفقات واو مش مش معناها اللعبة مش كويسة لا لاعبة كويسة بس ما بتتكلمش في يعني الحاجة بقى العليا او يعني الصفقات الاجنبية دي كلها سمك في مية يعني برونو سافيو سمك في مية يعني برح انا اشدت بيه لانه استحق الاشيات ومن ساعة ملاعب مع النادي الاهلي حلوة وقلت اسلام العنين اللي جابته العنين اللي جابته اه فعلا كويس لعيب كويس لكن لسه برضه على فكرة لسه قدامنا وقت عشان نقدر نحكم يعني سامسون بتاع الزمالك ولا قدر حكم عليه زاكريا الوردي ناس قالت كويس وناس دلوقتي بقولوا مش كويس تقدرش لعكم على صفقة اجنباء صفقة اجنباء دلوقتي لكن ممكن تشيد بيه في مباراة ممكن تشيد بيه في لقطة ده يبقى موجود يعني لكن ما فيه صفقات واو عادي طبيعي جدا يعني ايه الصفقات اللي الاهلي ممكن نضمها في يناير الاجابة عند مارسيل كولر حالة طبعا من السعادة ومن الهدوء داخل النادي الاهلي بعد الفوز على الزمالك في السوبر وانا الحقيقة حللت مبارح وحبا معايا ضيفي العزيز استاذ محمود صبري فحكلم كتير في هذا الامر مع وجود ناقدنا الكبير استاذ محمود صبري في الجزء التاني من الحلقة باذن الله لكن الملخص فريق مركز فريق عايش مدرب عايش مدرب مركز مدرب شايف ان المباراة دي بالنسبة له وبالنسبة الجماهيره مباراة مهمة جدا وبالتالي عليني عيشها بنسبة 600% تركيز ومدرب اخر خد الامور بالنسبة له فيها نوع من انواع يعني ايه اما كان بيحاول التقليل من المنافس اما كان بيحاول تدوس على اعصابه او اي حاجة عايز تقولها قولها وبالتالي الافضل الاحسن اللي مركز اللي عايش في المباراة اللي عايش في الجيم هو اللي كسب ده مختصر مفيد لمباراة الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي بالامس واللي فاز بيها النادي الاهلي عن جدارة وعن استحقاق بهدفين للا شيء وتوجه بطلا للسوبر المصري للمرة 12 فيه تاريخه الحقيقة النادي الاهلي ودي الهدفين قدام حضراتكم شفتوا الهدف الاول الجميل لبرونو صافيو استغلال لخطأ زكرال وردي ثم تمريرة ولا اجمل اجمل طاهر محمد طاهر يا جماعة اذا ربنا اكرم وكمل الموسم بالشكل ده هيبقى احسن لعيب الموسم ده طاهر اذا كمل بالشكل ده ربنا بس يبقى عنه الاصابات بصوا حضراتكم المروغة فكرتني بترئيسة ابو تريكا لمحمد عبد المنصف اعتقد كماتش كاس ولا ماتش دوري كماتش كاس بين برضو رقص بالوسط كده هنا لعيب يبقى وصل لمرحلة عالية جدا من المهارة ومن الاقناع ومن الابداع ايضا عموما يظل الاهل والزمالك فرقتين يعني كبار والناس بتستمتع بهم بالنسبة للزمالك لا جديد في الزمالك ما فيش اي مساز بالجهاز الفني ولا بالجهاز الاداري ولا يحزنون طبعا كالعادة بعض المباريات مؤتمرات وكلام واجتماعات ولقاءات ونفس الامر اللي احنا معتدين عليه ده امر دايما معتادي يعني لكن الكلام اللي طالع انه لا مساز بفريق كرة القدم ويظل هذا المشهد الجميل 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 الرائع ما بين لاعب وجهاز النادي الاهلي ولاعب وجهاز الفني لنادي الزمالك مشهد سيظل عالق وخالد في الزاكرة لفترات ليست لفترة ليست بالقصيرة وحسنا فعل مجلس ادارة الزمالك اليوم لما هنأ النادي الاهلي بالفوز يعني لكنه نتمنى ان حتة الروح الرياضية تظل موجودة ومستقرة ومستمرة عند اللحبي